السلام عليكم ورحمة بكم في فيديو جديد وموضوع جديد قصة أمل جديدة لكل سيدة راغبة في الحمل والإنجاب سيدة في عمر 43 سنة حامل ما شاء الله بهذه الوصفة القوية رغم ضعف المخزون 0.05 من البويضات ولكن تم عندها الحمل ما شاء الله رغم ارتفاع كذلك هرمون FSH وهو هرمون مهم لصحة المرأة الإنجابية الارتفاع دياله كيعني أن السيدة قربت من سن اليأس وذلك يعني كيمنعها من حدود الحمل وكيأخر لها الإنجاب بطبيعة الحال يعني ما كانتش عارفة بهذه الأمور هذي حتى مشت للطبيب ديالها يعني كين سيدات المخزون ديالهم كيقل مع الوقت وكين سيدات في عمر مبكري يعني جاني في واحد تعليق سيدة عندها 26 سنة والمخزون ديالها ضعيف بزاف ولكن ما تفقديش الأمل إلا كنتك تشوفي هذا الفيديو هذا ما تفقديش الأمل لأن كل شيء ممكن لا شيء مستحيل أكيد أنكم بقوا يعني مقويين الإيمان ديالكم ديما أكملوا في هذا المشوار ديال المسيرة ديال البحث عن الحمل ديروا بالوصفات ديروا بالأسباب توكلوا على الله خلوا الأمور تمشي التلقائية إلا بغاها الله غدا يكتب ولما بغاش الله فأكيد أنها لحكمة رباني احنا ما كان عارفوهاش بطبيعة الحال كتروا من الدعاء والاستغفار لأنه كيجلب الرزق وكيجلب الدرية كين بعض السيدات كيقدر أنه يقل عندهم المخزون كيقدر أنه يقل بواحد صورة مبكرة يعني سيدات في عمر مبكر وكيكون هذا المخزون هذا ضعيف بزاف كين أسباب كتأدي لهذا الحالة هذه منها زيادة الوزن والسمنة منها زيادة إفراز هرمون الحليب أو البرولاكتين منها عدم تضام الدورة الشهرية أو انقطاعها وكذلك تقدم في السن وهذا الأمر كيأثر على البويضة اللي كينتجها المبيض كين مجموعة من العلامات والأعراض راه غدثوا لني هذا السؤال كيفاش تعرفي أنه عندك قلة مخزون البويضات خستك تعرفي أكيد أنه عدم تضام الدورة الشهرية أو انقطاعها لشهر كيدل أنه عندك هاد القلة في المخزون ديال بويضات يعني سيدة ما كتجيهاش الدورة لأشهر عدة ما عندها تشي مشكل ولكن الدورة ديالها كتغيب ثلاثة أشهر أربعة خمسة أشهر عاد كتجيها ما خستكش تكتيع لهذا الأمر سيري للطبيب قومي بالفحوصات اللازمة باش تعرفي شنه هو السبب راه ممكن يكون عندك قلة مخزون المبيض من البويضات كين بعض السيدات كينخفض عندهم مستوى الخصوبة كذلك تعرق الشديد أثناء الليل كيدل على قلة مخزون البويضات داكو الهبات الساخنة اللي كتجي في الليل يعني في الجو البارد كتقدر السيدة تشعر بهذه الهبات هذه الساخنة خصوصا في وقت متأخر من الليل فهدوك يعني وأنها قربات من سين اليأس وأن البويضات ديالها ما بقاش بزاف عندها في المبيض ديالها أكيد أنه كين مجموعة من الطرق يعني مجموعة من الطرق لعلاج مخزون البويضات الضعيف كين مجموعة من الطرق اللي كتكون بمثابة طرق طبيعية معتمدة عند العديد من السيدات اللي ممكن أنها تساهم في علاج هاد المشكلة هذا ومنها يعني هاد البرنامج اللي تبعثوا هاد الأخت الكريمة اللي حاولت أنها تقسم معكم التجربة ديالها لربما تكون سيدك تشوفني في هاد القناة ويكون عندها تهيض ضعف المخزون أو قلة البويضات أو عدم تدام الدورة الشهرية فخلك معايا لأن فعلا هاد البرنامج غادي في جميع الأخوات تل أخوات يعني اللي ما عندهمش هاد المشكل ممكن يتبعوا البرنامج لأنه فعلا مقوي للبويضة كذلك منشط للتبويض ومساعد على حدود الحمل بسرعة إذن شرب عشبة من يعني حاولي أنك تغلي عشبة البردقوش أو مرد الدوش أو الميراميا أو الينسون أو النعناع يعني غتختاري عشبة واحدة فقط إما البردقوش إما الميراميا إما الينسون إما النعناع يعني على حساب المتوفر عندك هاد الأعشاب هادي كاملين مزيانين يعني اختاري وحدة فيهم هي اللي تبعي في البرنامج ديالك وإن شاء الله تجيب معاك نتائج مردية هادي تحاولي أنك تغليها مرتين كل يوم لأنها معدل يعني طبيعي مرتين كل يوم تناول ديالها كيكون معدل طبيعي لإعادة توازن الهرمونات وتنظيم الدوراء الشهرية تناول كذلك سبع حبات من التمر يوميا يعني يوميا لكل سيدة تناول سبع حبات من التمر قسمهم في الصباح والمساء ممكن تناوليهم في الصباح إلا قدرتي ممكن تقسمهم طيلة النهر وانتي كتناولي يعني سبع حبات من التمر الرطب لأنه علاج ممتاز لجميع المشاكل المتعلقة بضعف الخصوبة عند السيدات ممارسة التمارين الرياضية بشكل منتظم وخصوصا رياضة المشي حيث أنها عندها أثر كبير في تحسين الدورة الدموية وتنشيط المبايد بالإضافة إلى شرب منقوع الزنجبيل لأنه عنده مفعول خاص وسحري في علاج مشكلة نقص مخزون المبايد في أقل من شهرين يعني إلا تبعتي الوصفة شهر واحد فقط ممكن أنها تسبب حصول الحمل يعني ذلك البوايدات ولو أنهم إقلال في المبيض ديالك ممكن يخرجوا يتخصبوا ويحدث بهم الحمل ما تفلتيش الفرصة ما تضيعيش هذك الأيام المتبقية أو الأشهر المتبقية من عمر الصحة ديالك الإنجابية لأنه كل ما كتتقدمه في السن بلما نكتبوه على راس نارا هكي نقصوا البوايدات عندك بطبيعة الحال إلا استغلتي الوصفات إلا استغلتي هذ الفرص هذي التامينة اللي كنقدم في الفيديو ممكن ذلك البوايدات يعني تكون بوايدة واحدة منهم جيدة ممكن تلقح ويحصل الحمل ولكن إلا بقتيك تسني وانتي السن ديالك كيكبر يعني متقدمة في السن وما زال كتسني وما ديرتشي سبب ما كتقولي بأن ممكن ذلك الأعشاب ما غيجيبوش نتيجة ممكن الأدوية كذلك ما غيجيبوش نتيجة فهنا كتكوني مربعي ذلك فاقدة الأمل وما كتديرش بالأسباب وهنا ما غادش يحصل عندك واحد الحمل بسرعة ضروري تدري بالأسباب يعني ولو أنك يعني تحاول محاولة باش هكا يعني ما يبقاش فيك الحال رهكين بمجموعة من السيدات فقط بوصفات طبيعية تم عندهم الحمل والإنجاب وعلش لا تنتي إن شاء الله نبغي منكم أنكم تسجلوا البرنامج بكل عناية يعني حاولوا أنكم تسجلوا في واحد الورقة وتبعوه حرفيا باش ينجح معكم غادي نكمل لكم تتمة البرنامج قبل ما نكمل لكم التتمة حاولوا أنكم ديما تخلوا لي البصمة ديلكم واحد اللايك لأنه فعلا كيخلي الفيديو كيوصل لها السيدات اللي محتاجين مثل هذه الوصفات الطبيعية وممكن أنه تكون سبب في الحمل ديالهم علش لا إن شاء الله بطبيعة الحال تناولي عشر حبات من التين المجفف يوميا لأنه عنده دور كبير في علاج ضعف البويضات وبالتالي ممكن أنه يساهم في علاج هاد المشكل حاولي أنك تناولي ملعقتين من العسل المخلوط بحبوب اللقاح يوميا صباحا ومساءا لأنه علاج فعال لمشكلة ضعف التبويض إذن هاد شي هو اللي خاصتك تديره باش تقوي المبايد ديالك تنشطي البويضات اللي موجودة في المبيض ديالك وبالتالي تسرعي من حدود الحمل وهذه خير تجربة سيدة يعني في سنة 43 سنة بويضات ضعيفة في المخزون 0.05 وهو مخزون ضعيف جدا ولكن إذا قال الله للشيء كن فيكن فكيتحقق المعجزات أكيد أن المعجزات دياللهر لا حد لها يعني ما كنت توقعيش أمر تكي يجيك من عند الله مثل هدية فبطبعة الحال هاد شي اللي كان بغي أنني نفرحكم ونفرح جميع الأخوات اللي كيشوفوا القناة ديالي واللي ما زال على أمل وما زال متشبتين بالحلم ديالهم وإن شاء الله أكيد غادي تفرحونا في واحد الوقت ما تيأسوش ما تفقدوش الأمل خليكم ديما مشجعين بالوصفات وكذلك يديروا بالأسباب وإن شاء الله ربي غادي يجيب الرزق في واحد الوقت بالإضافة إلى هذا البرنامج هذا حاولي أنك تقلل من تناول منتجة الألبان والأجبان والشوكولاتة وكذلك اللحوم الحمراء ضروري تجن بتناول المقليات والوجبات السريعة حاولي أنك تحافظ على تناول الزيوت الطبيعية مثل زيت الزيتون زيت السمسم وكذلك قلل من تناول السكر والملح وجميع المشروبات الضارة اللي كتحتوي على الكافيين مثل الشاي والمشروبات الغازية والقهوة بالإضافة إلى الانتظام في ممارسة العلاقة لأنه عنده دور كبير في حصول الحمل بسرعة كان هذا هو الفيديو دياليوم نتمنى ينال إعجاب ديالكم إذا أعجبكم هذا الفيديو هذا ما تنسوني جديمة من واحد اللايك واشتراك في القناة إذا كنت متتبعة جديدة معايا كان بغي ديما نرحب بك ما تنسوش أنكم كاملين تفعلوا خاصية الجرس بجانب زر الاشتراك باش ديما توصلوا بجديد القناة انتم اللولين إن شاء الله كندرب لكم موعد في الفيديو الجاي إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر